موسيقى أهلا بكم إلى نشرة أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان ومن أبرز العناوين موسيقى جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم بميداليتين الخدمة الممتازة والثناء السلطاني لعدد من منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني موسيقى نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو سيد فهد بن محمود يستقبل معالي وزير الخارجية اليابانية موسيقى الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان موسيقى صغيرة متوسطة من محفظته والذي توقع أن تصل تتجاوز 400 مليون ريال موسيقى بتكلفة تقدر بنصف مليار دولار أمريكي إطلاق أول مشروع لإنتاز الكهرباء باستفدام الطاقة الشمسية في السلطنة موسيقى موسيقى إلى فخامة الرئيس بيستيان بينيرا رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية ضمنها جلالة السلطان المعظم خالصة هانه وصادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة الشعب تشيلي صديق لمزيد من التقدم والرقي ولعلاقات الصداقة بين البلدين التطور والنمى تفضل حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه فأنعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الدفاع وقوة السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني بميداليتين الخدمة الممتازة والثناء السلطاني رعى المناسبة معالي سيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعسكر بيت الفلج حيث قام معاليه بتقليدهم ميداليتين الخدمة الممتازة والثناء السلطاني تقديرا لإخلاصهم لخدمة وطنهم وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس وهنأ معالي سيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع الضباط والأفراد بهذا النعام السامي وأحثهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء لرفعة هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه حضر المناسبة الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني واللواء الركن آمري كلية الدفاع الوطني والعميد الركن قائد الجيش السلطاني العماني بالإينابة المترجم للقناة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي تارو كونو وزير خارجية اليابان والوفد المرافق له حيث نقل معاليه تحيات القيادة في اليابان وتمنياتهم الطيبة لجلالة السلطان المعظم والحكومة بدوام التوفيق وللشعب العماني بالمزيد من النماء والتقدم وقد استعرض صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد العلاقات المتنامية بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز التعاون القائم في العديد من المجالات التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين تناول الحديث خلال المقابلة عددا من القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية من جانبه أشار معالي تارو كونو إلى حرص اليابان على إعطاء العلاقات الثنائية دفعة جديدة تعزز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مشيدا بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي ومؤكدا معاليه على أهمية المباحثات التي يجريها مع المسؤولين في السلطنة وآثارها الإيجابية حضر المقابلة مع ليوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية كما حضرها سعادة ميتسوغو سايتو سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة هذا وجاء استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة واليابان على رأس الموضوعات التي تناولها معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني خلال لقائه معالي تاروكانو وزير خارجية اليابان الصديقة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى السلطنة والوفد المرافق له وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث البدية وبحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما بحث مع علي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع معالي تارو كونو وزير خارجية اليابان الصديقة بحث أوجه العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين السلطنة واليابان وتم خلال المقابلة استعراض التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتأكيد على دعم سبل استدامة وتوطيدي دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي إلى جانب دعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق غايات التنمية الاقتصادية المستدامة للجميع حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق لمعالي الضيف الياباني وسعالة سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ودراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من موضوعات من أبرز ما يقوم به مجلس الدولة في إطار الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس وخلال احتفال المجلس بمرور عشرين عاما على إنشائه تم استعراض مسيرة المجلس والدور الذي يقوم به في دراسة القوانين والتشريعات والمساهمة مع مجلس الشورى في الارتقاء بالعمل الشوروي في البلاد رأى الاحتفال مع الدكتور يحي بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أعظام مجلسي الدولة والشورى الكرام أيها المواطنون الأعزاء في كل مكان العام 1997 في السابع عشر من ديسمبر بدأ عمل مجلس الدولة بعد إذان جلالة السلطان المعظم بافتتاح الفترة الأولى لمجلس عمان لتنطلق مع هذا التاريخ خطوة متقدمة على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين وهي العشرون عاما تنقضي ليحتفي معه الأعضاء بعمل انصب في مصلحة الوطن مجلس الدولة له بصمات في العمل الوطني وخاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وكان له دور كبير في كثير من القضايا التنموية التي تقوم بها الدولة كلما أجدت فترة تأتي وجوه وتأتي تشريعات وتأتي تشبيلات تخدم الوطن والمواطن ومن ثم تترقى من الأكثر إلى العلاء مجلس الدولة يتمتع بصلاحيات من أبرزها مراجعة مشروعات القوانين ودراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من موضوعات أكيد أن هذا المنجز الكبير دخل مرحلة النضج في العطاء متمنين إن شاء الله أن نرى مولانا حضرة صاحب القلالة في أتم صحة وعافية وأن يترأس مجلس عمان هناك إنجازات عديدة قام بها المجلس سواء من خلال دراسة المشروعات القوانين التي تحال إليه أو باقتراحه لمشروعات قوانين أو دراسات أخرى مختلفة صلاحيات موجودة والحمد لله والقائمين على عمل هذه الدراسات موجودين والمسؤولين الحكوميين أيضا يرفعون التوصيات والأشياء المحتاجة للأسرة بسرعة فائقة إلى المقام السامي والمقام السامي الله يعطي طولة العمر دائما يحاول أن يقدم للمجتمع ما هو أفضل بالأرقام 84 عضوا بمجلس الدولة في فترته السادسة 132 جلسة عامة ثلاث جلسات مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى 57 لقاء بين مجلسي الوزراء والدولة أقداني من الزمن مرت على إنشاء مجلس الدولة وسط مساهمة واضحة في تنفيذ الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية تاكيدا للمبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من مجلس الدولة فارس بجمع الوهيبي مصقط في الذكرى الأربعين لتأسيسه دشنا بنك التنمية العماني هوية واستراتيجية جديدة لفتح آفاق تمويلية واكب الرؤية المستقبلية للسلطنة ودعم تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يتطلع البنك من خلال الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على مصادره الذاتية رأى حفل التدشين وإطلاق استراتيجية البنك مع علي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بنك التنمية العماني يدشن هوية واستراتيجية جديدة إلى عام 2022 بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسه مستهدفا فتح آفاق جديدة في مسيرة التمويل التنموي وتعزيز خطط الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الانتاجية ذات القيمة المضافة وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العمانية يبلغ إجمال ما قدموا البنك حتى الآن في حدود 700 مليون ريال عماني في جميع القطاعات الاقتصادية اليوم البنك أيضا يدشن استراتيجية جديدة وهذه الاستراتيجية سوف تتيح له تقديم المزيد من القروض التوسع في المجالات التي يقدم لها قروض منها مثلا القطاع اللوجستي وقطاع تقنية المعلومات وغيرها وأيضا سوف يتم التركيز على الاحتياجات التمويلية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع أن تحقق المحفظة الإقراضية في الاستراتيجية الجديدة نموا مضاعفا يصل إلى 411 مليون ريال عماني مقارنة بمستوها في العام الحالي الذي يبلغ 137 مليون ريال عماني الاستراتيجية الجديدة تتركز حول تمويلات قطاعات البنك المختلفة ولا سيمة قطاع الأعمال الصغيرة المتوسطة كما تعلمون بأن البنك يمول كافة القطاعات سابقا كان البنك يركز على بعض القطاعات الآن تركيز سيكون على قطاعات التي أعطتها الخطة الخمسية التاسعة أولوية فالخمس سنوات القادمة لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية ستكون مركزة في الخطة الخمسية التاسعة الاحتفالية شارك فيها 25 مستفيدا من قروض البنك في مختلف القطاعات الاقتصادية وهم ضمن 41 ألف مشروع مولها البنك والتي يقدر أنها وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل تمويل البنك التنمية ساعدنا على أساس أن نوفر الآلات لصناعة العطور كبداية كنا محتاجين للتمويل هذا بس وجود البنك التنمية الحمد لله تجاوزنا هذه الصعوبات دعم البنك التنمية العماني هو أدعمنا في المشروع حيث أن المشروع يبلغ تكلفته 800 ألف ريال عماني وبطبيعة الحال ما عندنا بقدر تكملة المشروع بهذه التكلفة الإجمالية فتوجهنا إلى بنك التنمية مشكورين وقاموا وما قصروا معنا ودعمونا بـ 315 ألف ريال عماني والحمد لله اكتمل المشروع بجهودهم وتعاونهم معنا ويؤكد البنك أن إجمالي التمويل الذي قدمه خلال العشر سنوات الماضية بلغ 428 مليون ريال نصفه تقريبا ذهب إلى القطاع الصناعي والتعديل بينما توزعت النسبة الباقي على قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات المهنية والثروة الحيوانية والتعليم والصحة هذا ويسع بنك التنمية العماني من خلال استراتيجيتها 2018-2022 إلى رفع الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 400 مليون ريال عماني هذا ما صرح به الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان البنك في عام 2017 قدم تمويلات تجاوزت 60 مليون ريال عماني أكثر من نصف هذه التمويلات كانت لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويسع من خلال استراتيجيته 2018-2022 لرفع حصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفظته والذي توقع أن تتجاوز 400 مليون ريال في نهاية الاستراتيجية من هذه الأربعمائة وعشرون مليون ريال قيبة المحفظة سيكون أكثر من نصف هذه المحفظة موجه لتمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسعى البنك أيضا من خلال نموذج عمله الجديد أن لا يركز على التمويل فقط بل على الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقعت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ثلاثة اتفاقيات بقيمة أكثر من أربعة ملايين ريال عماني تتعلق الاتفاقيتان الأولى والثانية بتوسعات محطة المعبير الجنوبية ومحطة الخوير الجنوبية الكهربائيتان بينما الثالثة تتعلق بإنشاء محطة بوشر للكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية في محافظة مسقط وقعت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء على ثلاثة عقود بقيمة أكثر من أربعة ملايين ريال عماني وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع مساعي الشركة في سبيل التطوير والتشغيل الآمن والاقتصادي لشبكتها الكهربائية في محافظة مسقط بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة في مجالات التطوير العمراني والاقتصادي والصناعي اتفاقيات التي تم توقيعها صباح اليوم هي تكبير محطات الكهرباء في المعبير الجنوبية وفي الأخوير وكذلك إنشاء محطة جديدة ساعة 23 ميجا بولتنبير في ولاية بوشر ثلاث محطات مع شركة الغانتوت وشركة الوطنية الهندس والاستثمار مستهدف فيها تعزيز وضع الإمداد الكهربائي في ولاية السيب وتحديدا في معبيلة وكذلك في ولاية بوشر عموما ويقضي العقد الأول بتوسعة محطة المعبيلة الجنوبية من ساعة 40 ميجا فولت أمبير إلى ساعة 60 ميجا فولت أمبير وذلك بقيمة تتجاوز المليون ريال العماني المشروع عبر عن أن كنت توسع المحطة المعبيلة من 2 في العشرين MVA إلى 3 في العشرين MVA يعني القدرة الكلية ستكون 60 MVA للمحطة المحطة طبعا إحنا الآن بدينا في البروجيكت ستارتدوريدي عملنا الكيكوف ميتنج وفي مرحلة الموباليزيشن المشروع مدى 12 شهر متوقعين إن شاء الله مع شهر 12 السنة الجاي إن شاء الله نكونوا مخلصين بإذن الله وبموجب العقد الثاني سيتم توسعة محطة الأقوير الجنوبية إلى ساعة 60 ميجا فولت أمبير حيث بلغت قيمة إسناد المناقصة نحو مليون ونصف المليون ريال عماني فيما اجتمل العقد الثالث على إنشاء محطة بوشر بساعة 60 ميجا فولت أمبير وذلك بقيمة قاربة المليوني ريال عماني نفذنا عدة مشاريع هذا العام الحمد لله انتهت قبل الفترة المحددة خلال عشر شهور خلال العام القادم 2018 هذه المشاريع في بوشر والأقوير توسعة لمحطات من 33 إلى 11 كيفي ونظرا لهمية هذه المشاريع وكونها مرتبطة بخدمة أساسية للمواطنين نحن حقيقة حريصين ويدنا بيد شركة مصر التوزيع الكهرباء لينهاها وفق البرنامج المحدد بإذن الله تعالى إن شاء الله وسيساهم تنفيذ هذه المشاريع في رفع كفاءة الشبكة الرئيسية للكهرباء لمقابلة ارتفاع الأحمال نظرا للتوسع السكاني المضطرد في المناطق التي تغطيها هذه المحطات وتعد هذه العقود ضمن حزمة أعمال تقوم بها الشركة لتدعيم شبكة الكهرباء في محافظة مسقط كما أن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تقوم باستثمار قرابة 45 مليون ريال عماني سنويا لتعزيز منظومة الكهرباء بالمحافظة العام 2018 سيشهد توسيع الشبكات الكهربائية في محافظة مسقط باستثمارات تقترب من 45 مليون ريال عماني أكد ذلك المهندس عبدالله بن سعيد البدري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء شركة مسقط خلال 2018 مستمرة في توسع في منظومة توزيع الكهرباء وفي استثمارات في قرابة 45 مليون ريال مستهدفة للتوسع في شبكة التوزيع في المخاططات المختلفة تحديدا في معبيلة حيث تشهد نمو متسارع وكذلك في العامرات وإضافة مجموعة من محطات توزيع الكهرباء الرئيسية في جملة من محطات تم شحنها مؤخرا وفي بعض الآخر تم شحنها خلال الربع الأول من هذا العام المقبل وهذا طبعا الغرض منهم أيضا رفع جاهزية المنظومة خلال الصيف 2018 دعم الاستراتيجية الاستدامة في السلطنة من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إطلاق أول مشروع الإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالسلطنة المشروع تقدر تكلفته التقديرية بحوالي 500 مليون دولار أمريكي وسيتم إنشاؤه في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ومن المؤمل أن يتم تشغيل المشروع تجاريا مطلع عام 2021 تماشيا مع رؤية السلطنة لتنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء وفي إطار سعي الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إحدى شركات مجموعتنا ما أعلنت الشركة عن إطلاق أول مشروع مستقل لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في السلطنة هو باكورة المشاريع في هذا المجال ويأتي تنفيذا للسياسة الواضحة والأهداف الواضحة في تفعيل استغلال الطاقة المتجددة نحو ديمومة الإنتاج الطاقة من هذه الموارد بما يقلب منافع اقتصادية وبيئية وصحية في نفس الوقت وتبلغ التكلفة التقديرية حوالي 500 مليون دولار أمريكي سيتم إنشاؤه من قبل القطاع الخاص ويتضمن نطاق عمل المشروع إنشاء وتملك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ومن المتوقع أن يتم إنشاء المحطة في ولاية عبريب محافظة الظاهرة وسيساهم هذا المشروع في تزويد ما يقدر ب33 ألف منزل من ضمن خططنا هو إقامة مشاريع أخرى في المناطق الداخلية خصوصا في ولاية أدم وممكن المناطق المستقبلية تشمل مناطق في وسط السلطنة أيضا في حالة تفعيل الربط الكهربائي بين شبكة رئيسية في الشمال وشبكة الضفار ووفقا للمخطط الزمني للمشروع سيتم ترسية المشروع في الربع الرابع من عام 2018 وتشغيله تجاريا مع بداية عام 2021 كما تعتزم الشركة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والشركة القابضة لخدمات البيئة البدي في الأعمال التحضيرية لتقييم إمكانية تطوير محطة كهرباء باستخدام آلية تحويل النفاية إلى طاقة كهربائية إن إطلاق مشروع محطة كهرباء يعمل بالطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاواط يعد نقلة نوعية في هذا المجال وذلك بعد عقود من الاعتماد شبه الكامل على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء سعود بن سعيد المعولي مسقط فترة الإخبارية مستمرة من سلفزيون سلطنة عمال وفيها بعض فاصل حفاظا على الكنوز الثقافية والفكرية ندوة الخطاب الثقافي تدعو لإنشاء مجمع للغة العربية في السلطنة اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد اعتمد معهد الإدارة العامة أكثر من 200 برنامج في الخطة التدريبية للمعهد لعام 2018 وخلال اجتماعه الرابع أكد المعهد أن الخطة التدريبية الجديدة ستغطي ثلاثة مسارات للبرامج العلمية وهي الإدارية والتخصصية والتنمية الشخصية وسيبدأ للمعهد برامجه التدريبية للعام المقبل ببرنامجي القادة الحكوميين وإعداد القيادات الحكومية إضافة إلى مواصلة طرح برامج الإضاءات المعرفية والبرامج التدريبية الخارجية ترأس اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة مع علي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد تجارب ناجحة في مجال ريادة الأعمال استعرضها الوفد الماليزي خلال مشاركته في حفل بنك التنمية العماني بمناسبة مروري 40 عاما على تأسيسه هذا وأوضح الوفد الماليزي في عرض مرئي عن خطواته الناجحة في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جنوب شرق قارات آسيا جاء الوفد الماليزي المختص في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستعرض نفكاره وتجاربه الناجحة في قطاع الريادة من خلال عرض مرئي قدمه الرئيس التنفيذي لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا في خفل نظمه بنك التنمية العماني احتفالا بمرور أربعين عاما على تأسيسه يسعى البنك من خلال هذه الجلسة الحوارية أن يتعرف على تجارب ناجحة في بلدان أخرى واخترنا في هذه المرة التجربة الماليزية التي هي جديرة بالدراسة ونسعى لنقل بعض التجارب من هذه التجربة سواء لنموذج عمل بنك التنمية العماني أو المؤسسات الراعية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليزيا بلد الصناعات رسمت خطتين طويلتين الأمج لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضحتهما من خلال العرض المرئي فالخطة الأولى ركزت على تنشيط وتنمية الأعمال الريادية التي تتوجه إلى تلبية الأسواق المحلية أما الخطة الثانية ركزت على اعتماد سياسة المنتجات الصناعية مما جعل مساهمة هذا القطاع 36.6% من دخل البلاد عام 2016 وذهب حديث الوفد الماليزي إلى خطوات حصول المتقدم على الدعم المادي لتأسيس مشروعه وعليه أن يكتاز بعض الاختبارات الريادية المتقدمون للدعم في ماليزيا عليهم اجتياز عدد من الاختبارات قبل حصولهم على دعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة أبرزها اجتياز القدرة التجارية والمهارات في الموارد البشرية كما على المتقدم عرض خطة تسويقية ناجحة يوظفها في التكنولوجيا وكذلك يسوف يخضعون إلى تدريب يستمر ثلاث سابيع يتضمن عمل ميداني يختبر من خلاله المتقدم مدى صبره وقدرته في حل المعاضد وأيضا يقدم للمتقدم دراسة نظرية يشرح من خلالها كيفية بد مشاريعهم ويحرص بنك التنمية العماني على استقطاب خبرات ناجحة في مجال الريادة من أجل دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة اتفت من التجربة الماليزية في الملتقى هذا أنه أنا أخذ أفكار جديدة لمشروعي وهذا الملتقى كثير يعني يساعدني على أساس أنه أنا أسوق وعساس أنه أنا أروج لأعمالي ويساعد كثير أفكار جديدة تكون للرواد ورائدات الأعمال والتجربة الماليزية دائما ناجحة يعني أفكار ريادية ماليزية ناجحة استعرضت من خلال هذا اللقاء لتساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة في شق طريقهم نحو النجاح يوسف بن سعيد الرواحي مسقط وقعت وزارة التعليم العالي وبنك مسقط اتفاقية تعاون في مجال الابتعاث الداخلي بموجب هذه الاتفاقية سيقوم البنك بتمويل عشرين منحها دراسية داخلية لخرجي شهادة دبلوم التعليم العام من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة لنيل مؤهل البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة وتقنيات المعلومات وقع الاتفاقية من جانب وزارة التعليم العالي سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل الوزارة السلطنة مهيئة لإنشاء مجمع للغة العربية حفاظا على كنوزها الثقافية والفكرية أكدت ذلك ندوة الخطاب الثقافي في سلطنة عمان داعية إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الوطني كما أوصت الندوة التي شارك فيها نخبة من المفكرين بتأسيس مركز لرصد الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي وأنحكاستها على قيم المجتمع واقع الخطاب الثقافي في سلطنة عمان عنوان لجلسة حوارية في مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بمشاركة كوكبة من المفكرين من دول اختصاص جلسة غنية بحصاد ثقافي فكري يؤطر الجوانب قد تعد في مجملها من الثوابت العمانية إبراز شيء من خصائص الخطاب الثقافي العماني الذي رسم معالمه عاهل هذه البلاد مولانا حضرة صاحب الجلالة والسلطان قابوس بن سعيد المعظم بغية تعصيل الهوية الأصيلة في أجل هذا المجتمع جلسة غنية بحصاد ثقافي فكري يؤطر الجوانب قد تعد في مجملها من الثوابت العمانية لكن هذا اللقاء يأتي ضمن مفردات العمل الثقافي والفكري والفني الذي يتوالى ضمن أنشطة المركز حيث لفتت الحلقة الانتباه لأمور مهمة مع تسارع الأيام والأحداث في مجتمعات يكتنفها الكثير من الجوانب في ظل ما تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت من إسفاف وانحدار في جوانب شتى تتصل بالتخاطب جاءت هذه الجلسة الحوارية لتؤكد مسألة مهمة وهي أن بناء شخصية الإنسان وثقافته وفكره ينبغي أن تكون مسؤولية الجميع خاصة في ظل ما نعيشه اليوم من مؤثرات تؤثر على فكر الإنسان وثقافته بشكل مباشر أو غير مباشر المشاركون في الندوة أكدوا أن المجتمع العماني له من الأرصدة الفكرية والثقافية والإرث الحضاري ما يغنيه من أن يستلب فكره وأن يستفز ويساق إلى مسارات لا تحمد عقباها طلاعي على الحركة الثقافية في عمان تحديدا على التعايش بين المذاهب والتعايش بين الفرقاء بظل مفهوم التسامح ومفاهيم التفاهم حتى هذا يجعل الأمر يشيع أملا في النفس في هذه المرحلة التي تعاني فيها الدول العربية ما تعاني من مشكلات هي في الحقيقة من شاءها ثقافي وأكدت الندوة أن السلطنة مهيئة حاليا لإنشاء مجمع للغة العربية حفاظا على كنوزها الثقافية والفكرية داعية إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الوطني كما أوصت الندوة بإيجاد مركز متكامل يرصد الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على قيم المجتمع وتأثيرها على توجهات أبنائه حوار أكد أن الخطاب الثقافي العماني يتسم بخصوصية عالمية تتمثل في قيمه الحضارية التي تحتفي بالإنسان وتقبل صيرورة التاريخ وتعدد التجارب البشرية من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أحمد بن عبدالله الندابي محافظة مسقط 35 عاما من العطاء والإنجاز في تنمية وتطوير المشهد الثقافي في السلطنة احتفى بها الناد الثقافي بهذه المناسبة أصدر الناد الثقافي كتاب فكر القائد وإبداع المجتمع وهو رصد لفعاليات النادي وأنشطته وبرامجه منذ عام 1983 تعتبر الثقافة ركيزة الفاعلية الاجتماعية لفكر المجتمعات التي تمكنها من تأسيس العلاقات المتبادلة بين أفرادها لبناء الوظائف الحيوية بين بعضهم البعض من ناحية وبينهم وبين الموارد الأساسية للمجتمع من ناحية أخرى فالثقافة هي الأساس الفكري للإنسان ذلك لأنها تقوم على ركيزتينهما الفكرة والشيء في توأمة أساسية تشكل الإبداع هكذا كانت العقود الثلاثة للنادي الثقافية كانت محطات بارزة وكلها كنا نفتخر ونعتز فيها حينما نمثل النادي أنا مثلت النادي في القاهرة مثلته في بيروت مثلته في البحرين مثلته في دولة الكويت فللحقيقة سعدت أن أكون أحد أفراد أعضاء هذا النادي لقد استمد النادي الثقافي رؤيته وأهدافه من الاحتياجات الحضارية العصرية للمجتمع ليكون مظلة للمثقفين والمبدعين يسعى إلى توثيق الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم وليكون لهم بيئة خصبة لممارسة الأنشطة الإبداعية بحرية ويسر النادي منذ انطلاقة الأولى وهو يقوم بدور فاعل وكبير ويقوم بدور كبير في تنمية المواهب العمانية يعني من هذا النادي طلعت الفرقة المسرحية من هذا النادي طلعت فرقة جمعيات الفنون التشكيلية والتصوير والسينما وفكرة معرض الكتاب مسقط الكتاب الدولي ونشطة الصحافة الثقافية هذا النادي حقق الكثير حقق للجامعي وحقق للمثقف وحقق للفكر وحقق للإنسانية وحقق لأشياء كثيرة وقد كان للنادي الثقافي دور مجتمعي أوسع وأعم في الاهتمام بالثقافة بمعناها الواسع بعد تغيير مسماه من النادي الجامعي بمرسوم سلطاني في عام 86 ويستمر المشوار الثقافي للنادي بحزمة ثرية من البرامج والفعاليات شعارها الاستثمار في الثقافة النادي الثقافي يتطلع في هذه الدورة إن شاء الله في الموسم القادم إلى ترسيخ الفكر الثقافي أيضاً في المحافظات وفي الولايات السلطنة أيضاً ثيمة الأخرى اللي يشتغل عليها النادي معاً للاستثمار في الثقافة الاحتفال لم يعب عن تكريم المساهمين والمشاركين بفكرهم وفنهم وثقافتهم في مشوار النادي على مدى 35 عاماً وسيمضي النادي الثقافي قدماً في تحقيق أهدافه باستقطاب المهتمين والمختصين في شتى المجالات الثقافية والفنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل التطور الحضاري والثقافي المتنامي في عالمنا المعاصر صالح بن حمد الحبسي النادي الثقافي مسقط نفذت الشركة العمانية لإدارة المطارات بصلالة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية تمرين طوارئ مشترك خارج أسوار مطار صلالة التمرين هدف إلى قياس جاهزية مختلف الجهات والقطاعات المساندة للتعامل مع مجريات حوادث الطيران المختلفة بهدف تعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي طار لا قدر الله قامت الشركة العمانية لإدارة المطارات وبالتعاون والتنسيق مع شرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة محافظة ظفار وبمشاركة عدة جهات حكومية وعسكرية وأمنية قامت بتنفيذ تمرين مشترك لحادثة تحطم طائرة خارج أسوار المطار هذه التمرين هي شرط أساسي لترخيص المطار ولابد أنها تقام فيه تمارين جزئية وفيه التمرين الشامل اللي احنا بصدده اليوم وحسب سيناريو التمرين الحالي أنه سقوط طائرة خارج أسوار المطار وبالتالي يأتي الاستجابة الأولى لهيئة الدفاع المدني ويأتي دور المطار مساند للدفاع المدني وأيضاً للجهات الأخرى فيما يتعلق بالمستشفيات سواء مستشفى السلطان قابوس ممثل في وحدة الأزمات والطواري ومستشفى العسكري وبقية الجهات الأخرى التي لها أدوار في خطط الطواري كان التعامل طبعاً قيد جداً من توزيع أدوار في مقال الحدث وأيضاً وضع السيطرة والقيادات الميدانية وأيضاً القيادات في مكان الإدارة تم اختيار مكان يكون قريب جداً من مكان هبوط ومغادرة الطائرات لتمثيل الحدث على واقعه بغض النظر عن مدى الفرضية التي ممكن تذكر أنه لو اختاروا مكان آخر وما إلى ذلك المكان مناسب المكان طبعاً يمثل موقع حدث تم التعامل مع بحرفية والحمد لله رب العالمين الاستعدادات الجيدة ومعرفة الإمكانات المتاحة وقياس سرعة الأداء والتعامل مع مثل هذه الحالات الطارية تعد أحد أهم إيجابيات التمرين القوانب الإيجابية كبيرة جداً في هذا التمرين الكل تعامل بإيجابية طبعا الاستفادة كبيرة من هذه التمارين وذلك لإدخال هذه التعديلات والتحسينات أيضا في خطة الطوارئ نستفيد أيضا من التغذية المرتدة ومن الحالات السابقة التي حدثت السابقة في المطار يتم إدخال هذه التحسينات إلى خطة الطوارئ وبالتالي نسعى من خلال هذا الجانب إلى الكمالية في التعاون مع هذه الحالات الطارئة لا شك مثل هذه التمارين تعتبر اختبار للجهات الاستقابة الطبية وقدرتها الاستعابية وأيضا قدرتها التفاعلية في مثل هذه الحوادث إذن تعدى مثل هذه التمارين المشتركة للتأكيد على الجاهزية الكاملة لكل الجهات المشاركة في مثل هذه الحالات الطارئة لا قدر الله النقيب طارق بن عوض الشنفري من محافظة ظفار تشجيعا للاستثمار في الصناعات التحولية في السلطة ندشن مشروع الهائل لإنتاج السيراميك هويته المؤسسية الجديدة حفل التتشين تضمن الإعلان عن البدء في الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل رعى حفل التتشين صاحبة السمو السيدة مونة بنت فهد ألسعيد تتنوع الاستثمارات وتختلف الصناعات لكنها في نهاية المطاف تسهم في تنمية الاقتصاد وهذا المشروع هو أحد المشاريع الواعدة في عالم الصناعات التحولية إنه كاسي لإنتاج السيراميك الذي دشن هويته التجارية التقنية المتوفرة المتواقدة حاليا بالعالم هي القاف والرطب القاف أغلب المصانع تعمل فيه حيث أنه أرخص وأقل تكلفة بـ 45% من الرطب حاولنا أن نتميز من حيث نوعية المنتج ونحاول أن نكون بانشمارك علامة تقارية مميزة للمنطقة مجموعة من الوعود وضعها المصنع لأهداف انطلاقته من بينها توفير 500 وظيفة للشباب العماني مقرونة بالتدريب والتاهيل في مرحلته الأولى هذا المشروع تكلفته المبدئية للمرحلة الأولى هي تتراوح بين 35 إلى 40 مليون ريال عماني أي ما يتراوح 400 مليون ريال قطري تقريبا بشراكة عمانية قطرية كاملة وهو سيعتبر باكورة للمشروعات المنتجة بإذن الله ما بين السلطنة ودولة قطر المشروع يقع في المنطقة الصناعية بولاية صور على مساحة تقدر بأكثر من 200 ألف متر مربع ويضم ثمانية خطوط إنتاج ذات جودة إيطالية عالمية بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون متر مربع سنويا وثلاثة ملايين من القطع الخاصة لتوفير أرقى أنواع البلاط بتصاميم حديثة ذات جودة عالمية تلبي تطلعات المستهلكين نستطيع القول هنا أن دخول مثل هذه المصانع في السوق المحلية العمانية يعد مؤشراً جيداً في جانب الاستثمار في الصناعات التحويلية إبراهيم بن سالم الهادي محافظة مسقط أخبار عمان مستمرة من مركز الأخبار وقعت وزارة الإسكان عقداً اتفاعاً لشركة المزارع الحديثة للدواجن وذلك لإقامة مشروع الدواجن في ولاية السنينة بمحافظة لبريمي وتبلغ تكلفة المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات الأمن الغذائي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة تبلغ أكثر من 15 مليون ريال عماني حيث سيشيد على مساحة تبلغ 12 مليون متر مربع نأمل بإذن الله تعالى هذا المشروع والمشاريع الأخرى هي من المشاريع أيضاً ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني ومعول عليها الكثير نأمل إن شاء الله تعالى أن أيضاً تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك أيضاً خلق فرص عمل أيضاً للكوادر الوطنية في المحافظة العقد أيضاً يجدد حقيقة الأمر سنوياً بادي الأمر وهي الآن العقد أبرم لمدة سنة كاملة ووعد المعنيين في الشركة بأنهم سيبدأون إن شاء الله في تنفيذ المشروع على عجاله ونأمل إن شاء الله تعالى لهم التوفيق في اجتماعه الدوري العاشر لهذا العام ناقش المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة جملة من المواضيع التي تعنى بتطوير الخدمات العامة وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات ومن أبرز المواضيع التي ناقشها الاجتماع استحداث مخططات سكنية في ولايتي الخابورة واشناص وموضوع تآكل الشاطئ في منطقة حرمول لواء وغيرها معالجة تآكل الشواطئ في بعض المناطق الساحلية في ولايات محافظة شمال الباطنة خاصة منها منطقة حرمول في ولاية لواء كانت في أبرز مناقشات المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة في اجتماعه الدوري العاشر لهذا العام شاطئ قرية حرمول من الشواطئ الجميلة بل الجميلة جدا ما آل إليه الوضع من مشاكل الآن تعاني منه المنطقة جميعا لذلك هذا الموضوع أخذ حيز جدا كبير من اهتمام المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة وعلى ضوءه تم رفع التوصية لاتخاذ الإجراء العاجل المخططات السكنية الحديثة التي تلبي احتياجات الأهالي في ولايات المحافظة بشكل عام وولايتي الخابورة واشناص بشكل خاص كانت أيضا على طاولة النقاش والتوصيات لأعضاء المجلس تم التطرق المخطط السكنية في منطقة الغيزين ومنطقة الحلوب واد شعفان ومنطقة خضر المكاتيم وتم الوقوف من لقنة شؤون البلدية بولايتي الخابورة لهذه المخططات السكنية توسعة مجاري الأودية وتصريف مياه الأمطار بما يحقق السلامة للجميع خلال هطول الأمطار وجريان الأودية موضوع آخر أخذ حيزا من المناقشات بين أعضاء المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة مقرى وادي القهاور في ضيان القهاور فهو حقيقة أثر كثيرا على المساكن المواطنين ومزارعهم المجلس أصدر التوصية في توسعة مقرى الوادي القهاور وتحديد مساره الطبيعي بإذن الله المجلس ناقش كذلك جملة من الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية فيما يعنى بتطوير الخدمات وتحقيق السلامة للجميع ومن تلك المواضيع مقترح لتنظيم قيادة الدراجات النارية والهوائية ضمن متطلبات السلامة المرورية بالإضافة إلى مقترح لتخصيص قطع أراضي تجارية للمجالس الأهلية العامة وغيرها من المواضيع الأخرى التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس يسعى المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة من خلال هذه الاجتماعات الدورية إلى الوصول لتطوير الخدمات التي تلامس احتياجات المواطنين في مختلف المجالات من ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة علي بن سالم البادي احتفلت دائرة الصناعات الحرفية في ولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية بتكريم مخرجات البرامج التأهيلية في مجال الصناعات الحرفية لعام 2017 شاركة في البرامج 82 متدربة اجتملت على خمس محاور رئيسية في مجال الصعفيات وصناعة المشغولات الفضية وتشكيل الأصداف البحرية وصناعة البخور والعطور وتأتي وفق رؤية متكاملة تسهم إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الحرفي في الناتج المحلي للفرد إلى جانب إسهاماتها في صناعة الموروث وإيجاد أجيال متعاقبة للمحافظة عليها وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم بميداليتين الخدمة الممتازة والثناء السلطاني لعدد من منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو سيد فهد بن محمود يستقفل معالي وزير الخارجية الياباني موسيقى الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني لإذاعة وتلفزيون حصلت على المؤسسات الصغيرة المتوسطة من محفظته والذي توقع أن تتجاوز 400 مليون ريال موسيقى بتكلفة تقدر بنصف مليار دولار أمريكي إطلاقوا أول مشروع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في السلطانة في ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار إلى اللقاء موسيقى موسيقى